أعلنت وزارة الداخلية عن وفاة شخصين فيما البحث جار عن شخص ثالث مفقود إثر حادث الغرق الذي تعرض له عشرة أشخاص في وقت سابق من مساء أمس الجمعة مقابل شاطئ البدع وذكرت الوزارة في بيان أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بغرق عدد من المقيمين قرب شاطئ المسيلة وعلى الفور انتقلت دورية الإدارة العامة لخفر السواحل إلى موقع البلاغ وتبين أن عشرة أشخاص تعرضوا لحادث بسبب تيارات مائية قوية تم انتشال سبعة منهم بحالة جيدة فيما توفي اثنان ولا يزال البحث جاريا عن شخص واحد مفقود وأهبت الوزارة بمرتدي البحر ضرورة توخي الحذر والالتزام بشروط الأمن والسلامة وتوفير كافة المستلزمات الوقائية حفاظا على حياتهم اشتركوا في القناة